أسرع طريقة لعلاج جل الوزة بثلاثة أيام عارسة بعد شهر يا دكتور لا يهمني العلاج الطبيعي أو غيره المهم يتحسن هذا الجل اليوم سأعطي الصبية أسرع وأفضل الطرق الحديثة لعلاج فرط التقرن الجريبي أو ما تسمونه جل الوزة وسأعطيه روتين يومي تستمر عليه و ستنحل هذه المشكلة عندها بدون رجعة كما سأعطيه علاجات طبيعية فينا الساعة المحارية و نصنع في البيت و تبدأ العلاج مباشرة هالحالة اللي عندها هو الشيء اسمه باللاتيني كيراتوسيس بيلاريس جاي من بروتين كيراتين اللي موجود عندكم اللي هو مهم جاي للشعر للأظافر للبشرة بيحمي هالخلايا من الضرر بس وقت بصير فيه مشكلة و بيزداد بدل ما يتوسف الكيراتين لازم يطلع يتوسف شايفين بيطلع بيتوسف بدل ما يتوسف بشكل طبيعي على البشرة هو بيتراكم بيتراكم بالمسامات و بست فتحات بصيلات الشعر وهنا بيعطيكم هالنتوءات هالجلد الجاف الخشن اللي انتو بتشوفوه عندكم و بتسموه جلد الوزه رح نعالجه من اسمه شوفوا كيراتوسيس بيلاريس كيراتوسيس هو فرط تقرن زياء و زياء الكيراتين والبيلاريس هي جريبات شعرية يعني فرط تقرن بالجريبات شعرية لكن نحن نفتت و نحلل هالكيراتين الزايد المتجمع بالجريبات الشعرية و بنفس الوقت سنرطب و نعالج هالججفاف و نعالج هالمرض او هالمشكلة من اساسها لكن او هالكير من اي مشكلة لديكم بجسمكم اشتركوا بقناة فكرة صحي فعلوا زر الجرس و اعلموا لايك للفيديو ستظلوا محافظين على وزنكم و بشرطكم نظرة مدى الحياة اولا يريد منك ستة عادات يومية تبعد عنهم و ستنحل هذه المشكلة عندك بالتدريج اولا يجب ان تتحميوا بالحمام اذا كان لديكم جلد الوزه تتحميوا بماء دافئ و ليس ماء سخن و اذا اتحممتوا لم تطولوا فترة الحمام لان الحمام الساخن لفترة طويلة سيزيد جفاف الجلد و يشي كل الزيوت الموجودة المفيدة على سطح البشرة و سيزيد حال الجلد الوزه ثاني شيء الفرق الشديد بالحجرة بأي شيء خشن ممنوع سيسبب تهيج احمرار و اكزيما سيزيد حال الجلد الوزه عندكم الثالثة السمنة السكري هذه الأمرار تبطت بكتدة رأسات مع جلد الوزه فحاولي تخلي هذه الأمراض بعيدين عنك بغيزائك الرابعة شغلة هي الهرمونات و الوراثة الحوامل انقطاع الطمس فوق سن الخمسين او الناس اللي عند اهلاء جلد الوزه خامة شغلة هي الغيزاء غيزائكم كتير بيأثر على طبيعة جلدكم اذا جاف او لا انا رح اعطيكم باخر الفيديو افضل شي ممكن تشربو او تاكلوه رح يحسن حال الجفاف الجلد عندكم بشكل كتير كبير سات شغلة بالحمامة بتتحمموه اي شي بتغسلو فيه الو رغوة بعدو عندو لان اي شي الو رغوة رح يجف في المناطق ويزيد الحالة سواء مثلا في عندكن كمثال على الغسولات المنيحة صابون الغال الحلبي الاصلي او مثلا غسولات دوف البشرة الجافة والحساسة او الغسول الطبية اللي هلا نصحكم فيه ست خطوات سهلة كتير رح تعمليهم ورح تنحل هالمشكلة عندك بشكل كتير كبير روتين بلش وقت الاستحمام تتحممي مي دافية وحطه البانيو كمان اذا واحد قعد البانيو وحط مي دافية حواليه هذا الشي كتير منيح المي دافية رح تتحل الكيراتين تخليه لين وسهل انه ينجال شغلة الثانية وقت الحمام رح نبدأ بشي اسمه التقشير الفيزيائي المعدل يعني رح تاخدي ليفة نعمة ليفة الخشنة والحجر قلنا ممنوعين ليفة نعمة ليفة نعمة اللي انا بصح فيها هي ليفة البوليستار بتجيبوها وبتفرقوا طبعا الغسول محطوط على ايدكم الغسول غير الرغوي اللي حكينا عنو بتفرقوا منطقة التقرر الجريبي اللي عندكم هي منطقة جلد الوزة حركات دائرية خفيفة جوال حمام مي دافية الكيراتين حللنا او صار لين هذا الشي كتير ممتاز الغسول اللي بنصحكم فيه به الخطوة هو السيرافيس كلينزر هذا فيه حمض السياسيريك يلي سيقشر ونفس الوقت فيه السيرامي وحمض الهيرونيك يلي سيرطبوا وما سيزيدوا الجفاف ثالث خطوة بتصير بعد الحمام طلعتهم الحمام هون رح تعملوا شي اسمه تقشير الكيميائي انتبهتم شو عملنا تقشير فيزيائي اللطيف او المعدل فتت وكسر خلايا جل الميت على سطح البشرة بعدين رح نعمل تقشير كيميائي اللي رح يدخل جو الجل ويسرع عملية التقشير شلون تكون تعملوا التقشير فيه طريقتين تقشير كيميائي وتقشير طبيعي رح ابدأوا افضل منتجات تقشير كيميائي بالعالم لعلاج جل الوزي المكونات بها المقشرات تشتغل انه بتحل هالكيراتين الزايد اللي حكينا عنه الموجودة على البشرة حالات الكيراتين بس مهم كتير انه المنتجات اللي هلا بدي اذكرها لازم تستخدمونها على منطقة جافة لهيك بعد من اطلال الحمام بتجفف المنطقة بشكل لطيف من شفية من دون فرق تمام فقط تجفيف بعدين تستخدموا المقشرات اول مقشر كتير ممتاز وراح يفيدكم بها الحالة هو مقشر ارديناري فيه حمد غلايكوليك 30% و حمد السلسليك 2% هذين رح يحلوا الكيراتين الزايد يقشر الجلد وراح ينعموا الجلد بالمحصلة كمان حمد السلسليك الموجود فيه رح يدخل جوا المساء منظفها ها بتستخدموه مرتين بالاسبوع بتركوه 15 دقيقة على المنطقة بعدين بتغسلوه بمي دافئ اذا تكون شيئ خاف او حساسة تستخدموا حمد السلسليك 2% او غلايكوليك تركيز 700 هذين تركوه على البشرة تستخدموه يوميا ما في داعين نغسلوه بعدين نجع المقشرات طبيعيه اللي فيكن تصنعيوه هلا خاليا بالبيت لتقشير جلد الوزة اول وصفة كثير سهلة ملاعتين صغار جل الوفيرا 4 ملاع صغار اهوة مطحونة وملعتين زيت زيتون تخلط اول شيء زيت زيتون مع الجل خلطة منيع بعدين بتضيفي الاهوة والناتد ان هالشي بتعملي فيه مساج بشكل دائري على جلد رطب لابتقشير كيميائي انا لازم يحط المقشر على جلد جاف مهم كثير بس هون بتحطوه على جلد رطب لانه ما فيه مواد كيميائيه بعدين بتغسيوه ميدافي الوصف الثاني بتجيوه افوكادو واحده عصير برتقاني واحده ومعلقتين شاي شوفان كمان بتخلط اول شيء برتقان مع الافوكادو بتضيفه عليه الشوفان و بتحطوه على البشرة بالنسبة الناس اللي عنده بشرة حساسة و بده مقشر طبيعي سجله عندكم اربع ملعقة صغيرة نخال القمح ملعقتين شاي زيت زيتون ملعقة شاي عسل تخضير بصير انه ملعقة العسل بتخلوه الدوب تحطوه العسل حواليها مثلا مي سخني لحتى الدوب بعدين تضيفه الزيت والنخالة عليه بعدين تحطوه على الجلد بلشو بحركات لطيفة تقشوه المنطقة هاي بكون خلصنا من التقشير بعد التقشير مباشرة هون بيجي الخطوه الرابع اللازم تعمليه و اللي هي كتير مهمه هي المرطيبات بعد ما كسرنا و فتتنا البقعة الخشنة استخدمنا تقشير الفيزيائي الخفيف المعدل استخدمنا الكيميائي او الطبيعي هون صار لازم اجباري نستعيد الحاجز الجلدي بالترطيب وهو المرطيبات يفضل ندور على المنتجات كمان تقشر وترطب بنفس الوقت وهيك رح نتخلص منها المشكلة بشكل نهائي المرطيبات هالهلا بدي اسكرون لازم استخدموه صباحا ومساءا لمدة ثلاثة شهور رح اضيكن افضل مرطيبات بالعالم لهالشي منتج اول هو كريم سيرا في اس اي في يوريا عشرة بالمية هالمنتج رح يقشر و بنفس الوقت رح يرطب هذا اضعف المنتجات تستخدموه اذا كانت جلد وزئ بشكل خفيف تستخدموه متما حكينا مرتين اليوم لمدة ثلاثة شهور منتج ثاني هو 30% هون انتبهوا كتير لتركيز اليوريا حمض البولي اذا تركيز اليوريا اقال من عشرة بالمية هي فقط رح ترطب اذا تركيز اكتر من عشرة بالمية هون رح ترطب وتقشر بنفس الوقت وهون رح تفيد جلد وزئ كمان هالمنتج فيه سيراميدات اللي رح تحتفظ بالرطوبة داخل الجلد المنتج ثاني فيه اليوريا 40% هو مركة المانية ديرماسينس أتوب بلاس فياتسيش اليوريا رح تقشر ترطب وتنعم المنطقة وهي خيار كتير ممتاز الناس اللي بعاونه من مشكلة جلد الوزئ المنتج الثاني هو بنظر منتج كتير ممتاز هو الاملكتين 12% رح يقشر و يرطب نفس الوقت هاد منتج كمان يستخدموه مرتين باليوم لمدة 3 شهور من نفس الماركة فيه منتج ثاني املكتين بس لونه ازرق فيه حمض اللاكتيك بتركيز 15% هاده بيجي اقوى كمان فيه السيراميدات اللي بتحبس الرطوبة تستخدموه اما مرة مساء فقط او اذا بشرطكم تتحمل كمان مرتين باليوم فهلا ساعدنا بروتين حمام ميدافي تفرق الخفيف تقشير فيزيائي بعدين تقشير كيميائي بعدين مرطبات اخر شغلة فينك تعمليه وهي سر كثير كثير حلو وخطير ومميز المرتب اللي بتحطيه اللي اعطيتك ياه من المرتبات بتجيبي فولية نحن نسميها بالالماني تمام فانت رح تحطي اول شيء المرتب على الايد مثلا بعدين رح تجيب الفولية تحطيه المساء وتنام فيها هيك رح يتغلغل المرتب اللي اللي بتحطيه مع المقشر اللي فيه التجارب بينات ان هذا الشي رح يزيد سرعة ومفعول المرتبات نتيجة رح تشوفيه رح تكون اسرع هيك بكون خلص الروتين اللي لازم تعمليه والي رح تلاقي عليه تحسن كتير كبير اذا استمرت العلاجة فترة شهر بالخطوات اللي حكيته وما استفدت فهم فينك استخدمي فيتامين اي بتركيه صفة صفر خمسمية مساء عليه هو الاكريتين مرة المساء بنحط على المنطقة وبتتركيه الاكريتين رح يسرع كمان سرعة دوران خلايا ورح يسبب تقشير وتجديد الخلايا زي جتني مريضة العيادة وعندها جد الوزع وكان فيه حمرار وتهيج انا هون موصف كورتزون لمدة اسبوعين فقط مو اكتر كورتزون لفترة مؤقتة عيلات جدا فعال وما له اي تأثيرات جانبية رح يخفف الالتهاب ورح يحسن الحالة عندك طبعا ازا بدك تقشير اسرع واسرع ممكن انه عامل تقشير كيميائي طبي عندنا بالعيادة هذا الشي رح يكون بتركيز اعلى بتركيز دي حكيناها او الازارات مفيدة هي ليزر ازال شعر كمان رح يكون خيار كتير ممتاز بالناس يلي عنده جد الوزع مسلا على الاقدام لان ازال شعر بالواكس او ازالته بجهاز براوم بس هنالك رح يزيد حالة جلد الوزع سواء طبعا كلها تحكيت المقشرات رح يخليوا جدك كتير حساس لاشعة الشمس لان احنا عم نشيل الطبقة الخارجية من قشرة ولكن لازموا عناية خاصة واق الشمس ضروري جدا جدا مع اي مقشرة تستخدموه بالعالم لازم تتبعوه بواق الشمس في ملاحظة صغيرة امامنا الحلقة لازم تعرفوا انه غزائكم بيأثر كتير كبير على جفاف الجلد ثلاثة شغالات مهمة بغزائكم اذا عندكم مشكلة جفاف الجلد اول شي شرب الماء الكافي 2-3 التورة باليوم ثاني شي اوميجا ثلاثة حمول الدهنية طويلة السلسلية ركزوا عليها اي اما خدوه يوميا حب او كله سمك مرتين اليوم انا باخد كل يوم حب اوميجا ثلاثة وهذا الشيء مهم للتقليل الاتهاب لافراز دهون طبيعية على جلدك ثالث شي هو فيتامين اي بنظم عملية تقرر الخلايا اذا نقص طبعا رح يزيد جفاف الجلد اذا بتكون اشغالات كلها مع بعض زيت كبد الحوت معلقة واحدة باليوم شوفوا الفيديو حكيت فيه بتفصيل عن افضل علاج طبيعي لمشكلة الجلد الجاف وطريقة علاجه من الداخل هذا كان فيديو اليوم لازم تعرفوا انه انا بجيب افكار فيديوهاتي من تعليقاتكم اللي بتحطوها تحت تحت الفيديو اذا عندكم اي سو اكتبوه تحت انا اكتر يوسف اريدكم سعيدين وصحيين والسلام عليكم